يسعد أوقاتكم المشاهدين الإخبارية السورية اليوم نحن متواجدين معكم بمهرجان درامانة بخير بدورته الثانية لنرصد لكم الأجواء اللي بتشهدها هي الاحتفالية والتظاهر الفنية كثير من الوجوه الفنية صادفناها معنا وقاميرا الإخبارية التأث ببعضهم خلونا نتابع نتمنى أن تكون درامانة بخير نطمح أن تكون درامانة بخير أكثر الجميع يعلم أن الدراما السورية الوطنية السورية تتعرض إلى ضغوط خارجية وداخلية وهناك تراجع في دور الدراما السورية الوطنية نحن من خلال هذا الحفل وإيمانا من وزارة الإعلام بأهمية دراما الوطنية السورية على أن أحد أجلحة الإعلام الوطنية السورية الذي لا يستطيع لهذا الإعلام أن يحلق بعيداً في رسالته بدون دراما الوطنية السورية الجميع اليوم مدعو لتقديم يد المساعدة لتقديم العون للتعاون للارتقاء بهذا الدراما السورية والعامة على كتابة مستقبل سوريا اليوم نعمل المعركة ونحن اليوم على أبواب انتصار ولا بدل هذه الدراما الوطنية تستعيد ألقها وأن تستعيد تربوها لعاش الدراما العربية كما كانت عهودها السابقة هلأ أول شي بدي تشكر الإخبارية السورية وعلى رأسها أستاذ معد وبدي هاي كإخبارية سورية وبدي أقول نحن لو ما الجيش العربي السوري البطل وتضحياته تضحيات المقاومة الشريفة ما كنا نحن اليوم قادرين نعمل هالدراما وما كنا رجعنا لدرامانا بخير المهم اليوم أن نركز على المواضيع الإنسانية خصوصا أنه لدينا يعني مخزون كبير من خلال الأزمة السورية على كتابنا اليوم التعامل مع هذا الواقع من جديد وأن يطرحوا مواضيع جديدة بعيدة عن التقليد مواضيع فيها ابتكار فيها مفردات جديدة فيها لحظات درامية مبتكرة وهذا ليس بعيد عن دراميين السوريين الدراما السورية حبيبتي طالما هي مستمرة بإنتاجها فأكيد أكيد رب العالمين عم يعطينا القوة والقدرة أنه ننسى كل شي ونظل موجودين بهذا العالم الغريب اللي هو عم يتحدى يحاربنا وعم يحاول يحاربنا بس ما رح يطلع له عنه موضوع أنه كلبنانيا نشارك بمهرجان عم يتفيد تكريم المتجين السورية ودايما الفن اللبناني والسوري معروف يعني بيتضامنوا مثل الإخوة ندعم دايما الفن العربي بإجمالا ونعطي الصورة الحلوة بدي أقول شكرا للفعالية اللي هلأ موجودة بتمنى أنه نحن نرجع مثل ما بيقولوا نوالف على بعض نرجع نحتم شوي بدرامانا المحلية لأنه لأمالنا بخير وأتمنى أنه نرجع للخير اللي كنا فيه ما في شك الدراما السورية دايما منطلقة ودايما عندها جهوزية فكرية وفايد من المثلين الكويسين وللأسف نعرف نحن كل الأحداث كيف بطقت كل المنطقة مش بس سورية يعني بس تحديدا سنت الماضي مثلا على موسم ربدا تكون حقيقي معي بحس أنه ما كانت بأحسن بأحسن مراحلة منطق الحياة ومنطق الأشياء بيقول نحن الحمد لله أصبحنا شبه خارجين من الدم ومن الحرب ومن كذا فلابد من التفكير ببكرة التفكير لبكرة لازم يفكره بشكل جدي وليس بالكلام اشتركوا في القناة